السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبع الخير جميعا طبعا توصني الكثير من الاستفسارات بخصوص كيفية استخدام فايلات الروتري طبعا مع تعدد الشركات المصنعة للفايلات الروتري الموجودة في السوق بتجعل طبيب الاسنان بيكون في حيرة في كيفية السيكونس في استخدام هذه الفايلات فعشان نستوعب هذه المسألة انا حابب اليوم اعطي توضيح انا قجبت هذا الموضوع في محاضرة في قناتي على اليوتيوب انا بنزلها في التعليقات لاي واحد حابب اني يراجع على المحاضرة هذه خلونا نكون متفقين في البداية انه معانا الفايلات الان الموجودة هي نوعين في فايلات روتري وفي فايلات ريسيبريكيشن ضروري انك تقدر تميز بين كلا هذا النوعين ليش؟ لانه تصميم كل فايل مختلف عن الآخر وطريقة استخدامهم مختلفة فعدم معرفتك ذلك ممكن يؤدي هذا الى سوء استخدام للفايلات اللي ممكن على نتيجة ذلك انك تعرض الفايلات اما للكسر او تعمل كراك وترومة للدنتينال ووردز ما هي هذه النوعين اللي معانا من الفايلات؟ معانا فايلات روتري ومعانا فايلات ريسيبريكيشن كشكل هم بيبانوا كأنهم نفس بعض لكن التصميم الهندسي للشفارات لهذه الفايلات مختلف ففايلات الروتري مصممة على انها تعمل كاتينج بنفس اتجاه حركة عقرب الساعة بينما عكس عقرب الساعة بيكون الصايد اللي هو نون كاتينج هذا بالنسبة للفايلات الروتري بالنسبة الفايلات ريسيبريكيشن المسألة العكس بتكون الكاتينج سايد الشفارات الفايل عكس عقرب الساعة اما لما يتحرك الفايل بيتجاه عقرب الساعة بيكون نون كاتينج سايد وبالتالي استخدامك للفايلات الروتrire بحركة الريسيبريكيشن ما رح تكون فيه بشكل broad جدا. استخدامك لفايلات بحركة الروتر اللي هي مع عقرب الساعة ما راح تعمل او كتنج بالشكل المطلوب. فالريسيبروكيشن فايلز تحتاج الى حركة الريسيبروكيشن. ما ايشي حركة هي انك بتعمل ما فيش دورة كاملة للفايل. الفايل بيعمل مثلا ديقري معين باتجا عقرب الساعة ومن ثم عكس عقرب الساعة. بحيث انه يكون عكس عقرب الساعة الدقري الزاوي اعلى من معا عقرب الساعة. لانه زي ما قلنا قبل شوية انه الكاتنج سايد لفايلات الريسيبروكيشن بتكون فين عكس عقرب الساعة. اما فايلات الروتري فتحتاج روتري موشن. اليو بيكون بنفس اتجاه عقرب الساعة دورة كاملة ومستمرة. حلو? طيب كيف افرق انا بين هذول الاثنين. طبعا المسؤول على تفريق فيه هنا هو التقبيب الاسنان. وليس التاجر المزود للمنتج هذا. فانت لازم انك تكون مطلع اما على كتالوج الشركة المصنعة او معظم الشركات في الكت حق الفايل بتعملك سهم. بتعملك اشارة عشان تفرق ما بين اذا كانت روتري او جسيبروكيشن. فاذا كانت روتري حتلاحظ انه في دائرة والسهم بنفس عقرب الساعة. بنفس اتجاه عقرب الساعة. هذا بيرمز الى انه هذه فايلات روتري. روتري موشن. اما اذا كانت روسيبروكيشن فراح تراقي زي الهلال وفي سهم رايح وجاي. وهذا الرمز بيرمز انه هذه الفايلات روسيبروكيشن فايلز. هذه الطريقة الاولى اللي ممكن تفرق فيها. طريقة ثانية انه فايلات روسيبروكيشن هي بتعتمد على مبدأ انه one فايل with large تيبر. فتلاقي مثلا في الكت الواحد ثلاث فايلات فقط. تلاقي فايل خمس وعشرين تيبر سكس او ايت. وبعدين تلاقي خمس وثلاثين تيبر سكس او ايت. وبعدين الخمسة والاربعين تيبر. يعني مش انك بتمشي بسيكونس يعني كأنه بيقولك اذا القناه نارو هتستخدم الخمس وعشرين تيبر ايت. اذا القناه ميديم خمس وثلاثين تيبر ايت. اذا القناه الارج خمس واربعين او اربعين تيبر ايت. هذي فايلات من فهي قائمة على مبدأ single file. طبعا راح نتطرق على امتيازات وسلبيات كل التكنيك. هنتكلم بس على اسس الفايل وكيفية استخدامهم او كيفية التمييز ما بين كل سيستم. فايلات الروتري لا مختلفة. فايلات الروتري هي عبر عن من الفايلات تتدرج من الادنى الى العلى من ناحية ومن ناحية تيبر بيكون في تلاعب في تيبر عن طريق ممكن تكون الفايلات الصغيرة تبعها عريض كبير. وكل ما اتجهنا الى فايل كبير كل ما كان تيبر تبعه اقل. عشان نحقق مبدأ حاجة اسمها كراونداون تكنيك. كيف كراونداون تكنيك? لو افترضنا نحن بدأنا بفايل خمسطاش. خمسطاش فايل خمسطاش هذا بيكون الحجم خمسطاش. فاحنا لما نقول الفايل هذا مقاسي خمسطاش فنكسط بكلمة خمسطاش رأس الفايل. كيف يعني رأس الفايل؟ يعني انا ممكن اخذ فايل يدوي بسايز خمسطاش اللي هو اللون الابيض. وممكن اخذ فايل اخر روتري يكون فايل خمسطاش تيبر فور. وممكن اخذ فايل روتري آخر فايل 15 تابر 6 إذا حطيت الثلاثة الفايلات هذا و سألتك سؤال أي منهم أكبر لازم توجه لي السؤال تقولي أكبر في ماذا في التابر ولا في الصيز فإذا كان الصيز كلهما متساوي ليش كلهما متساوي لأنهم 15 15 15 فرقم 15 يعبر لي عن حجم أو قطر رأس الفايل فقط ما ليش دعوة بباقي عرض الفايل فإذا الصيز هو يعبر عن tip of the file فهذه الثلاثة الفايلات صحيح بالنظر بنلاحظ أنه تابر 6 أعرض من تابر 4 و 4 أعرض من تابر 2 اللي هو المانوال ولكن هنا العرض في التابر وليس في الصيز حلو إذن السيكونز حق الفايلات الروتري لها أسس لازم نفهمها فإذا فهمتها حتستطيع تشتغل مع أي سيستم باختلاف السيستم المتواجد معك وتعرف السيكونز في كيفية استخدام هذه الفايلات لأنه إذا اعتقت أن التسلسل اللي موجود في الكيت هو التسلسل اللي مفروض تطبقي في فم المريض تكون غلطان تكون غلطان ما هوش التسلسل اللي موجود معك في الكيت هذا اللي مفروض تمشي فيه داخل القنوات لا لازم تكون فاهم أسس الروتري عشان تعرف متى هذا الفايل بأبدأ فيه ومتى بعمل سكيب وكفز الفايل اللي بعده أو يكون هذا السيكونز دي وفرت لي الشركة في فايلات ناقصة ما بين فايل الفايل لازم أنا أوفرها أو أستخدمها فعشان يفهم هذا على السريع خلونا نركز أنه أي فايلات روتري أو أي كيت فايلات روتري لازم هذه الفايلات تستخدم على ثلاث مراحل أو لازم هذه الفايلات تستخدم في ثلاث مراحل الثلاث المراحل ما هي أنه Access Cavity ومعايا Glide Path ومعايا Canal Instrumentation أو Canal Shapings ال Access Cavity ماهوش زي ما كنا معتقدين زمن أنه مبني أو معتمد فقط على البيرات Round Peer والFisher Peer أو Safe Ended Z Endo Peers لا يعتبر تحضير الكورونال ثيرت اللي هو 2 ملي 3 ملي تحت الأورفس هذه من مرحلة ال Access Cavity وليست مرحلة Canal Instrumentation لأنه شرطك عشان تضمن ما يحصلش كسر للفايلات أنه تبعك الفايل ما يلاقيش أي كيرفيتش أو أي إعاقة في منطقة الكورونال ثيرت هنا بيسلط على الفايل سترس كثير وبالتالي ممكن يأدي إلى كسر الفايل فلذلك تحضيري للكورونال ثيرت من القناة يعتبر مرحلة ال Access Cavity هنا هتلاحظوا أنه الفايل المستخدم بهذه الخطوة هي الفايلات تسمى عدة أسماء مختلفة مثلا SX File Brief Learing File Corona Enlargement Files كل هذولا بندرجوا على تحت هذه الخطوة وهي التحقيق Straight Line Access أو Access Cavity فهنلاحظ هذا في أي شركة أنه بيكون الفايل القصير ذو الديامتر العريض أو ذو التيبر العريض تلاحظ مثلا بيكون حجم 15 19 10 من ناحية ولكن التيبر تبعه ممكن يصل إلى 12 ليش بيكون قصير لأنه مش المفروض باستخدامه إلى الغرض من استخدامه تحت الأوروفيس ب 2 ملي 3 ملي فلذلك أنا أنصح دائما هذا الفايل تشيل الستوبر منه هو بيكون مزود من قبل الشركة بستوبر أن تشيل الستوبر ليش عشان أثناء ما بتشتغل مع كثر التعود عقلك الباطن بيحاول أن يوصل الستوبر إلى الريفرنس بوينت باستخدام هذا الفايلات وإنت ما تشيش توصل أو تدخل الفايل كامل يكفي أنك تدخل هذا الفايل تحت الأوروفيس من لي 3 ملي ذات سيت في عملية ريموفين لمن لأي إعاقة تحت الأوروفيس أما زيادة إدخال هذا الفايل لحد منتصف القناة أنت هنا بتعرض الانجر زون دينتين إلى إزالة بكمية كبيرة من الدينتين في الدينجر زون ومما أدي إلى بيرفوريشن أو فلذلك يفضل أنك تشيل الستوبر خلاص إذن هذا الفايل عرفنا استخدامه والغرض منه وليش تبعها التابر عريض جدا وليش بيكون قصير لأنه وظيفة فقط تحضير أول 3 ملي أو 2 ملي تحت الأوروفيس هذا الخطوة الأولى ستيب 1 الستيب 2 هو ما هو الغلايت باث الغلايت باث أنك تعبد الطريق وتضمن سموث باسج من الأوروفيس إلى الأبيكس يعني أنك تضمن أنك فيه مسار ناعم هذا المسار ناعم يهيئ ويجهز لدخول الفايلات الروتري بشكل آمن لأنه فيه فكرة خاطئة وسائدة عند الأطباء أنه بيعتقدوا أنه فايلات الروتري تفتح قنوات لا فايلات الروتري توسع قناة أريدي مفتوحة روتري فايل just enlarge and already open كنات وبالتالي لما يكون مع القناة متكلسة لا تفكر أنك تفتحها بفايلات الروتري هنا أنت تعرض أنه الفايل يكتسل بسهولة لأنه فيه معنا حاجة اسمها cyclic fatigue و attentional fatigue فهذا لأسباب الكسر أنه لما tip of the file يحصل بايندي يعني حصل انحشار نتيجة الاتاتومي ويستمر الbody of the file بالدوران هنا على الطول يحصل معايا الفراكشير وهذا النوع من النواع الفراكشير يحصل حتى لو الفايل لسه جديد حتى لو الفايل ما قدوا استخدم أو حصل لأووريوز وبالتالي فكرة أنك تفتح قناة باستخدام فايلات الروتري هذا فكرة خاطئة هذا مش من أسس مبادئ الروتري أسس مبادئ الروتري أنه ما تدخل تعمل لقناة إلا وقت تم تعبيد أو تنعيم مسار هذه القناة وهذا الخطوة تسمى glide path فالglide path ممكن تنعمل يدوية وممكن تنعمل بالروتري فبعض الشركات ممكن توفر لك فايلات الروتري مخصصة للglide path أو ممكن تستخدمها بفايلات اليدوية طيب أنا كيف أعرف أنه الكتة اللي أمامي هذا فيه فايل مزود للglide path الفايلات للglide path كلها سواء روتري أو يدوي لازم تكون التابر حقها 2 ليش تابر 2 لأن الهدف من استخدامها ليس توسيع جدران الدنتين في الكورونا أو في المدل الجدران الجانبية لا الخرض منها أن الفايل يوصل لي للأبيكس أي irregularities بيعمل لها سموثين وبالتالي ما أحتاج هنا يكون الفايلات هذه التابر تبعها أكثر من اثنين فلذلك فايلات الروتري اليدوية زي ما احنا عارفين ستاندر أنه بتكون type 2 تابر 2 على العشرين وفي الفيديو المحاضرة اللي بحطها في اللينك حتشوفوا ليش لازم عشرين وما ينفعش يكون أقل طبعا مع الممارسة مع الإكسبرينس ممكن أنك الغلايت باث في بعض الخصائين ماعد بيعملو نتيجة أنه بيكون التاكتر سيستيشين عندهم عالي جدا ولكن لا أنصح بذلك حيث أنه الغلايت باث بيقلل للريسك بشكل كبير جدا فلذلك إحنا بنعمل بفايل عشر وخمسة عشرين فول لينك إلى أن نوصل للريسك ممكن تلاقي في الكت تبع الفايلات الروتري أنه الشركة حاطة لك مثلا فايل 15 تابر 2 إذن ها أنا تعرف من السائز حقه ومن التابر أنه هذا الفايل الغرض منه مرحلة الريسك هل أستخدمه واحدة فقط لا إذا الشركة وفرت لك فقط 15 تابر 2 معناها أن الشركة بتقول لك استخدم قبله عشر تابر 2 يدوي وبعد هذا الفايل اللي هو 15 تابر 2 استخدم يا دكتور 20 تابر 2 يعني في الأخير لازم تحقق بثلاث فايلات عشر خمسة عشر بعض القنوات بتكون واسعة هنا ما بتحتاج أنك تمشي بهذا السيكوينس ممكن من البداية تدخل 20 تابر 2 شفت أنه وصل للأبكس وحقق لك الـ إذن هنا تنتقل إلى الفايل المرحلة الثالثة وهي مرحلة الشيبينج قبل ما أتكلم عن مرحلة الشيبينج كيف أعرف أني كملت مرحلة الغلايت باث كيف أعرف أنه خلص أنا حققت الغلايت باث بفايل 20 تابر 2 وأصبحت القنوات جاهزة لدخول الروتري تشيك أو تعمل تست أن القنوات أصبحت جاهزة للنسترومنتيشن عن طريق أنك بتوصل للفايل باستخدام الفايل الغلايت باث سواء كان اليدوي 10 أو 15 أو 20 تحط الفايل بس عند الأوروفيس بعد أن تشير يدك وتعمل تابينج تعمل طرق على رأس الفايل فإذا التابينج هذا سمح للفايل أنه يوصل للفايل معناه أنه عندك مسار القنوات سموت أصبح القنوات هنا مستعدة أنه يدخل بعدها فايلات الانسترومنتيشن ففايلات الانسترومنتيشن هنا لا الآن سيكون التيبر حقها مختلف والأحجام مختلف ففايلات الانسترومنتيشن سنلاحظها أنها تبدأ مثلا ب20 تابين 25 تابين 6 30 تابين 35 40 تابين وهكذا إذن هذا الثبع الثالث من مرحلة الانسترومنتيشن بالروتري سنلاحظ هنا أن الفايلات تستخدم full length ولكن مش زي الغلايت باث تابر 2 باللاحظ أنه تابر أسبح أكبر ممكن 4 ممكن 6 ويتراوح ما بينهم اللي حاب أنبهه في النقطة هذه أنه بناء على literature review بينصحوا أن أكبر تابر ممكن نستخدمه هو 6 مع فايل 25 إيش معنى هذا كلام معنى هذا كلام في البحث اللي عملوا على مجموعة أسنان مخلوعة من اللور مولر شافوا أنه سماكة الدينتين في منطقة الفركation area الحد الآمن لتوسيعها هو 25 إذا انتقلت لل30 فأنت هنا راح تضعف الدينتين اللي موجود في منطقة الدانجير زون مما يؤدي إلى إذا ما حصل فأنت بتؤدي إلى كراك مع مرور الوقت ممكن يؤدي إلى فقدان السن إذا حصل فلذلك 30 تابر 6 35 تابر 6 40 تابر 6 تعتبر large تابر تعتبر من التيبرات الكبيرة التي ممكن تؤدي إلى فقدان السن وبالتالي ممكن تستخدم 20 تابر 6 عادي مادام السيز أقل من 25 تابر تابر ممكن 25 تابر 6 ممكن بعد 25 إذا انتقلت إلى 30 حذاري أنك تستخدم تابرات 6 خليك محصور على تابر 4 4 أو 30 تابر 8 يعني يعتبر large تابر وكان هنا الهدف أنه عشان صورة الأشياء لما نعمل obturation من لاحظ الحشوة تكون عريضة ولكن للأسف الحالات فشلت نظرا للتضعيف السن اللي حصل نتيجة تابرات الكبيرة فالأصبح الآن التركيز في تصنيع أو تصميم الفايلات هو ليس في عرض الفايل بقدر ما يكون في size of the file واللي شرح اول أنه المقصود بكلمة size هو tip of the file فالغرض هنا ليس بتحضير الكورون وميدل ثرد بكميات كبيرة جدا إنما الهدف بتحضير منطقة الابكس أو بالشكل الكافي حتى لو وصلنا إلى 40 أو 45 لأن البوابة تتصال ما بين البكتريا اللي داخل القناة ومنطقة والليجين وبالتالي إذا تم تنظيف هذا المكان بالشكل الصحيح خصوصا أن هذا المكان ما بيوصل لها بالشكل الكافي والفعال فعشان كذا قامت الشركات بتركيز على إن نحن نوصل الفايلات للأربعين للخمسة واربعين ويكون تبعها التابر نحيف أربعة أو ثلاثة عشان نضمن إن نحن ننظف أهم منطقة في الكنال system لذلك أي كت راح تمسكو يده كاترة لازم أنك تشوف الكت تلقي عليه نظرة وتقسم الكت هذا بناء على ثري ستيبس واحد يكون في فايل خاص بالأكسس كافيتي وهذا زي ما قلنا هيكون ولكن ما حصلش فالأبكس حنلاحظ دور في الكت هذا فايلات الغلايت باث وفايلات الغلايت باث زي ما قلنا هنتعرف عليها أنها بتدخل لداخل القناة ولكن بيكون التابر حقها ما يزددش عن التو هنا ممكن تلاقي شركة وفرت لك ثلاث فايلات عشر خمسة عشرين ممكن توفرت لك فايلين العشر والخمستاش وممكن تكون وفرت فايل واحد يا العشر يا الخمستاش يا العشر وفي كل الأحوال لازم تعرف أنك لازم توفيها الباقي النوع الثالث من الفايلات التي ستكون موجودة عندي في الكت هي فايلات الشيبينج وهنا في فايلات الشيبينج بلقي نظرة وبتعرف عن السيكونس عشرين خمسة عشرين ثلاثين خمسة ثلاثين طيب في بعض الشركات توفر لك الكت كالتالي فايل الـ حلو فايل ويتكون موفرة فرضا عشرين تيبر تو وتوفر لك خمسة يعني بعدين فايلات الشيبينج عشرين تيبر فور خمسة عشرين تيبر سيكس خمسة عشرين تيبر فور والثلاثين تيبر فور في في هذا الحالة كيف هنتعامل مع هذا الكت هنتعامل انحنا نستخدم الفايل الاول والأكسس كافتي وبما ان فايلات تم توفير فقط عشرين تيبر تو بستخدم قبلهم يدوي خمسة عشر تيبر تو وخمسة عشر تيبر تو وبعدين بدخل بالفايل الروتري اللي وفرته الشركات لما بدأ ادخل مرحلة الشيبينج ففايل عشرين تيبر بناء على الاناتومي تبع القناة في ذلك القناة كانت ما بدخل بالخمسة عشر تيبر سيكس لان الديامتر تبع التيبر حق عريض وبالتالي بلاقي هذا الفايل بصعوبة يوصل للأبكس بحتاج ان يعمل بريشر عالي جدا فبكتفي بالخمسة عشر تيبر فور وانتقل بعدين على طول للثلاثين تيبر وعمل وتعدى الخمسة عشر تيبر سيكس لكن اذا دخلت الدستال في الكنال او بحضر البلت الابر سنترال وشفت ان القناة هنا في هذه الحالة بعمل سكيب للخمسة عشر تيبر فور وبروح مباشرة للخمسة عشر تيبر سيكس احضر بعد العشر تيبر فور وانتقل لبعدين الثلاثين تيبر فور شفتوا وصلاة الفكرة يعني زي ما قلت لكم مش الكت تمشي بنفس السيكوينس لا لا انت لازم تكون عارف مبادئ واساسية استخدام الروتري على ضوءها بتعرف تعمل هنا بضيف فايلات هنا بعمل سكيب لهذا الفايل هنا ما بستخدم هذا الفايل في هذه الحالة ما يحتاج انك القناة واسعة تدخل بعد عشرين تيبر فور بعد خمسة وعشرين تيبر ثلاثين هذا إضياع الوقت وكلما زاد عدد الفايلات المستخدمة كانت زادة فرصة حدوث فايل فرأكشر فلذلك اذا معك امكانيات وادوات جيدة ولكن مش عارك كيف تستخدمها فانت ما راح تستفيد منهم زيك زي اللي مش معي هذا الادوات ضروري جدا ان احنا نتعلم ونفهم الاجهزة والمتريال زو الانسترميس اللي بيدنا نفهم اسسها ومبادئها عشان نقدر فعلا نستخدمهم بشكل فعال وبشكل آمن يسعد صباحكم جميعا وان شاء الله ماكنش طولت عليكم واشوفكم على خير